السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وأهلاً وسهلاً بكم موضوعنا معكم في هذه الليلة عن أمر سيء يبغضه الله تبارك وتعالى ولا يحبه وينبغي لكل مسلم أن يتجنبه لأنه هو وأمران آخران هما أو هذه الأمور الثلاثة سبب مشاكل الناس بشكل عام ألا وهي الحسد والحرص والكبر هذه الأمور الثلاثة الحسد والكبر والحرص هي سببت لكثير من الناس المعاصي والضياع والهلاك أيضاً بل للإنسان والجن فإن إبليس إنما أخرج من الجنة وطرد من رحمة الله تبارك وتعالى لحسده لآدم قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين حسد آدم عليه السلام على هذه الفضيلة التي أعطاه الله تبارك وتعالى إياها كل العداوة قد ترجى إماتتها إلا عداوة من عداك من حسده ولذا قال معاوية رضي الله عنه كل الناس أستطيعوا أن أرضيه إلا حاسد نعمة فإنه لا يرضيه إلا زوالها هذا هو الحسد اختصار إلا حاسد نعمة لأنه لا يرضيه إلا زوال هذه النعمة ولذلك علاج الحاسد تجنبه ابتعد عنه فقط ولذلك قالوا عين الحسودي عليك الدهر حارسة تبدي المساوئة والإحسان تخفيه يلقاك بالبشر يبديه مكاشرة والقلب مضطغن فيه الذي فيه خبيث قلبه خبيث حاقد ولذا قال الله تبارك وتعالى عن الحسد ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عندي أنفسهم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتابة والحكمة وآتيناهم ملكا عظيمة الحسد هذا الحسد أهلك كثيرا من الناس للأسف فلذلك المؤمن العاقل هو الذي لا يحسد ويحرص على أن لا يحسد يحسد وذلك بعدم إظهار ما يظهره الناس اليوم على السوشال ميديا من النعمة التي أعطاه الله تبارك وتعالى إياها يظهرها بشكل غير طبيعي فيحسده الناس على ذلك إن الحسود لحكم ربك شاني الحسود مصيبته أنه غير راضي عن الله سبحانه وتعالى نعم هذه مشكلة الحسود أنه غير راضي عن الله تبارك وتعالى لأن الله جل وعلا هو الذي يوزع الأرزاق يعطي من يشاء يمنع من يشاء سبحانه وتعالى يهبوا لمن يشاء إناثا ويهبوا لمن يشاء الذكور سبحانه وتعالى الحسود لا يقبل هذا لماذا الله يعطي هذا ولا يعطيني لماذا هذا عنده زوجة جميلة وأنا زوجتي غير جميلة لماذا أنا زوجي فقير وزوجه فلانة غني لماذا أنا عندي ولد وهي عندها أولاد هكذا الحسود غير راضي عن الله تبارك وتعالى فلذلك العاقل هو الذي لا يحسد أحدا والحسد حذر الله منه سبحانه وتعالى فقال في سورة نكررها يوميا في قول الله تبارك وتعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وما يقولون لله در الحسد ما أعدله الحسد نفسه يقول لله در الحسد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله يعني أكثر من يتأذى من الحسد الحاسد نفسه الحسود يتأذى يتعب لأنه يراقب الناس ولذا كان من أمثال العرب من راقب الناس ما تهمه الحسود مراقب للناس يراقبهم تماما وإذا يقول بعضهم ما رأيته مظلوم أنه قال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها هنا أذن النبي بالحسد صلى الله عليه وسلم وقال أهل العلم الحسد هنا هو الغبطة لأن الحسد ينقسم إلى قسمين إلى حسد مذموم وحسد محمود وقال بعضهم بل حسد مذموم وحسد مباح لأنه ليس بمحمود على كل حال ومن هذا الحديث حديث آخر يشرحه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر إنما الدنيا لأربعة نفر رجل آتاه الله مالا وآتاه علما فهو ينفقه في مرضاته أي في مرضات الله تبارك وتعالى فهو في أعلى الدرجات أي عند الله تبارك وتعالى قال ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا وهو يقول لئن آتاني الله مالا لا أصنعنه كما صنع فلان يعني نيته طيبة لكنه مكبل فقير ليس عنده من المال ما يفعل كما يفعل صاحبه قال فهما في الأجر سواء في الأجر سواء مع أن هذا فعل وهذا لم يفعل لكن هذا نيته صادقة وأنه لو نال المال لفعل مثل فعل صاحبه قال ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يتخبط به في هذه الدنيا فهو في أدنى الدركات قال ورجل لم يؤته الله مالا ولم يؤته علما يقول لئن آتاني الله مالا لا أصنعنه كما صنع فلان قال فهما في الوزر سواء أو كما قال صلى الله عليه وسلم إذن هنا هذا الذي قال لئن آتاني الله مالا لا أصنعنه كما صنع فلان في غبطة في حسد لكن حسد مأذون به لأن الحسد كما قيل ثلاثة أنواع النوع الأول وهو أن يتمنى زوال نعمة الغير وأن تأتي إليه رجل عنده زوجة جميلة عنده زوجة صالحة عنده مال كثير عنده أولاد بررة فهذا يقول ليت الذي عنده عندي يعني مثله تماما عندي زوجة صالحة عندي مال عندي أولاد صالحون فهذا يتمنى مثل ما عنده الغير هذا حسد مذموم وأقبح منه أن يتمنى زوال نعمة الغير ولو لم تأته هذا خبيث هذا خبيث يقول لماذا هذا عنده فيقول ليت الذي عنده يذهب عنه حتى لو لم يأتيني حتى لو لم يأتيني فهذا أقبح من الأول الأول يريد أن يذهب منه إليه الثاني يريد أن يذهب منه ولو لم يأته مثل لا يعيش بسعادة لا يكون سعيدا الثالث لا يتمنى زوال نعمته منه ولكن يتمنى أن يؤتى مثل ما أوتي إذن عندنا ثلاث واحد يتمنى زوالها ومجيئها إليه الثاني يتمنى زوالها ولو لم تأته هو الثالث يتمنى مثلها ولا يتمنى زوالها عن صاحبها الثالث هو المأذون به ولكنه أيضا يعني فيه الذي فيه فيه لماذا تنظر إلى ما عنده الناس دعي الناس وخالقهم اسأل الله من فضله دون أن تنظر ماذا عنده فلان وماذا عنده فلان وماذا عنده فلان فالإنسان لا يهتم بهذه الأمور ومن أعظم النعم التي نحسد عليها قول الله تبارك وتعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم وذلك عند الله تبارك وتعالى نسخ الشرائع كلها وجعل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الشرائع كل الكتب السابقة حرفت وبقي كتاب محمد محفوظا إلى اليوم يقول الله تبارك وتعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدونون يحكم بها يحكم بها النبيون للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله أي أمروا أن يحفظوا كتاب الله الذي هو التوراة لكنهم لم يحفظوا كتاب الله كما قال الله تبارك وتعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه يحرفون الكلمة من بعد مواضعه حرفوا التوراة حرفوا الإنجيل حرفوا الزبور حرفوا الصحف فجاء بعد ذلك كتاب الله الكريم القرآن الكريم كتاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فحماه الله من تحريفه البشر ثم كذلك عندنا سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأهل السنة اجتباهم الله تبارك وتعالى لحفظ سنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم بالإسناد عندهم إسناد القرآن إلى الله جل وعلا وعندهم إسناد السنة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل البشر الذين يدعون أنهم يتبعون أنبياء لا يعرفون عن أنبيائهم إلا شيء نادر القليل بينما أهل السنة يعرفون عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كل شيء اسمه ونسبه وحركاته وشكناته وصفاته وأزواجه وأولاده وحياته وأخلاقه كل شيء يعرفونه عن نبيه صلى الله عليه وسلم ويعرفون أمره ونهيه وهذه نعمة عظيمة نحن محسودون عليها فالقصد أن الحسد أمر مذموم ونحن محسودون وعلينا أن نشكر هذه النعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها علينا أصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر